للمزيد من التحليل والتفاصيل نتحول إلى الستوديو التحليلي مع أحمد أبو زيد وضيفه تفضل أحمد شكرا جزيلا لكم سنحاول أن نقدم قراءة تفصيلية حول ما يجري في الجبحة الشمالية لإسرائيل الجنوبية مع لبنان شكرا جزيلا لكم الآن ينضم إلينا هنا في الستوديو اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري السابق ستلو أهلا وسهلا بحضرتك السلام بحضرتك أحمد الذهاب إلى خيارات التصعيد الجارية بين حزب الله وإسرائيل والتي توصف في هذه المرحلة بأنها بلغت مستويات حساسة وخطيرة هل ستبقى ضمن قواعد الاشتباك الجارية والمعمول بها أم خيار الذهاب إلى الحرب الشاملة المباشرة بين حزب الله وإسرائيل قائم طبعا خلال الفترة الراهنة ستستمر على هذا الوضع على الأقل أسابيع قادمة على الأقل لنهاية يوليو لحين وصول نيتنياهو وخطابه في الكونجرس الأمريكي لأن حاليا حزب الله يتبع سياسة المشغلة لخف الضغط عن جزة وإسرائيل تتبع سياسة الاغتيالات للقيادات لتهيئة مصر عمليات الحرب للمرحلة القادمة وخلينا نتفق على شيء أن الطرفين التوتر بدأ ثم بدأ بتراشقات ثم بدأ بتصعيد منذ شهرين إذن بنسميه عسكريا المرحلة الافتاحية المرحلة الافتاحية للحرب جاهزة بدليل أن كل طرف حاليا اتخذ قرار الحرب وجاهز بخطته الحربية لتنفيذها وتبقى لتقديره سيتم تنفيذ المراحل القادمة حالة هجوم بري أو حالة قضب في جوي مركز من قوات الاحتلال الإسرائيلية وبالتالي إسرائيل وغد قرار الحرب لكن الموقف السياسي الداخلي والمتغيرات الدولية تهدئ الأمور حاليا عسكريا الأمور بالنسبة لجيش الاحتلال جاهزة تماما لخوض معركة شاملة المرحلة الافتاحية للحرب بدأت ولكن الحرب قرارها من حزب الله إيراني وليس من حزب الله لأن حزب الله يخشى أن يورد بيروت في حرب كما فعل من قبل أكثر من مرة وتورطت لبنان بالكامل في الحرب فإذن حاليا نقدر نقول الحرب بالشاملة حاليا مؤجلة أسابيع لكن قادمة قادمة حتى ولو بعد شهور أو سنين لأن تأثير نيران حزب الله على الشمال الإسرائيلي عملت نزوح وتهجير لجميع المستوطنات الإسرائيلية في الشمال جزء فنادق جزء سفر بره إسرائيل جزء عند زويهم وهكذا منطقة الجليل بالكامل مفرغة تماما من المستوطنين التأثير لسواريخ حزب الله على زي ما نقول مثلا هنا الاقتصاد بتاع الشمال توقف توقف اقتصاد شمال إسرائيل وبالتالي نقدر أقول حاجة إن لو تمت الحرب الهجوم البري على لبنان هيتوقف اقتصاد إسرائيل ما لم تزيد الولايات المتحدة من دعمها لكن سيد الوحيد هذه النقطة مهمة للغاية لأن حضرتك أشرت إلى عمليات إجلاء كامل تمت لما يزيد على 90 ألف مستوطن في النطاق الشمالي هناك تعهد من الحكومة الإسرائيلية بأن يتم استئناف الحياة في مطلع سبتمبر مع عودة الدراسة هل هذا التاريخ مفصلي في أي زاوية بالنسبة للفريقين ولا لا قد يكون مفصلي لأن حاليا رئيس الحكومة نتنياهو في ظل الاختلافات الموجودة في الحكومة وما يجرى في قطاع غزة في سبيله حاليا للوصول إلى اتفاق وحالة الوصول لاتفاق في موضوع الهجوم على غزة يمكن أن تهدأ الساحة اللبنانية وحاليا فيه برضو مساعي دولية وإقليمية ومصرية تماما لوقف القتال أولا في غزة ودخول المساعدات ووصول إلى حالة أعمار غزة من تاني وده هيهجي الأمور على الجبهة اللبنانية لكن ما زال حزب الله يمثل الخطر الأكبر على إسرائيل وإسرائيل بتفكر أكتر من مرة في حربها في لبنان لأن حزب الله يختلف تماما عن المقاومة الفلسطينية على القدرة التسليحية على القدرة التسليحية وقدرة المقاومة لأن حزب الله مقاومة لبنانية ومعه المقاومة الفلسطينية وده اللي أنا عايز أقوله برضو للسادة المشاهدين أن موجود مقاومة فلسطينية في الجنوب اللبناني مع حزب الله وفوق كده موجود معه إيران والأرض عنده طبيعة مغرافية الأرض بتجعل الحرب صعبة على القوات الإسرائيلية وتمت بينهم سنة 82 الحرب الهجوم أيام شارون واستمرت أربع شهور لم يستطع شارون الصمود بقوات الاحتلال في لبنان رغم أنه كان وصل لبيروت اضطروا أنه ينسحب بس انسحب إلى نهر الليطاني نهر الليطاني على مسافة يعني لأنه متعرج من حوالي 30 ل35 كيلو من الحدود وصدر القرار ألف سبعمية واحد بوقف القتال لا أنا بتكلم على شارون انسحب إلى النهر الليطاني إذا ما عام من 30 ل35 كيلو استمر فيهم 18 سنة إلى سنة 2000 أما انسحب خلال الفترة دي حصل برضو سنة 93 برضو هجوم سبع أيام ثم سنة 96 هجوم منه برضو إلى بيروت وإلى البقاع لمدة 14 أو 15 يوم أسبوعين كاملين ثم انسحب سنة 2000 بالقرار ألف سبعمية واحد ده 2006 حرب 2006 انسحب بالقرار دي كتأخر حرب فمن 2006 للنهاردة ما حصلش الحرب والوجوم البري إذن أما هيجي لكن بمناسبة نهر الليطاني سيد المطلب اللي بالأمس حتى الأمين العام لحزب الله رد عليه بضرورة أن تغادر قوات حزب الله إلى جنوب أو إلى موراء نهر الليطاني قال هذه مسألة مستحيلة إسرائيل تضع هذا الشرط وهي جادة في ضرورة تنفيذه ولا فقط خلال مرحلة إسرائيل تعلم أن حزب الله لن يوافق نعم إسرائيل تشغل الوقت خلال يوليو لحين وصول نيتنياهو ولحين تقدم الوقت لأن الكنيسة هيأخذ الأجازة بتاعته من شهر أغسطس فنيتنياهو يتمنى أن الأربع أسابيع دول يعده بدون المنادى بإسقاط الحكومة وبدون مواقف ضده كبيرة لأن نيتنياهو لو تم عملية أن هو الاقتلاف تفتك الاقتلاف الاربعة وستين نائب من المئة وعشرين في الكنيسة نيتنياهو أمامه حاجتين أول حاجة تحقيقات بتاعت إخفاقات سبع أكتوبر ثم قضايا الفساد لي ولو أسرته فهي عملية شخصانة صرفة وهنا عايز أقول نقطة نيتنياهو كشخص لا يمثل الشعب الإسرائيلي بالكامل ولا يمثل جميع فئات الشعب الإسرائيلي وفي نفس الوقت برضو يحيى السنوار لا يمثل الشعب الفلسطيني بالكامل وفي نفس الوقت حسن نصر الله لا يمثل لبنان بالكامل إذن هي أشخاص لكن هي مقتضيات الأمر الواقع تحتم التعامل على هذا هي أشخاص تمام كده طيب سأتلهم عنش النقطة الخاصة بالتصعيد في الجبهة الشمالية حضرتك أشارت إلى أن هناك جهد دولي يتم العمل على أساسه ويبدو يبدو أنه جهد أكثر جدية في محاولة لجم التصعيد الجاري في هذه الجبهة ما طبيعة المحددات التي على أساسها يقدر كل طرف دولي وتحديداً الولايات المتحدة بقل حاجة لفتح الجبهة أكثر من ذلك الجبهة اللبنانية الحرب اللبنانية جملة واحدة كده ضد الرئيس بايدن في الانتخابات الهجوم على لبنان ضد الرئيس بايدن في الانتخابات لأن الرئيس بايدن هيبقى فشل أكبر فشل في حرب غزة ثم فشل في هدوء الجبهة الشمالية الإسرائيل والجنوبية اللبنان فقامت حرب أخرى إذن دي ضربة قوية جداً للحزب الديموقراطي للرئيس بايدن خلال الانتخابات القادمة فهنا الجهود الدولية عشان أكتر من نقطة عشان الانتخابات الأمريكية عشان نيتينياهو نفسه عشان القوة الإسرائيلية حالياً لا تستطيع في الموقف الحالي فتح جبهتين الجبهة بالنسبة له هو الجبهة الجنوبية اللي هي تجاه غزة والجبهة الشمالية تجاه الجنوب اللبناني ده بيبقى موقف صعب لأي قوات أو للقوات الاحتلال الإسرائيلية حالياً إن يفتح جبهتين في توقيت واحد لأنه هو الجبهة الوحيدة اللي مفتوحها جبهة غزة وحالياً فاشل في تحقيق الهدفين الهدف الاستراتيجي الأول وهو القضاء على حماس الهدف الاستراتيجي التاني وهو عودة المحتجزين لم ينجح نتنياهو في أي هدف استراتيجي فكيف يقوم بحرب أخرى؟ ده أنا نفسي أقول حاجة الإسرائيل جملة كده متى ستصفر إسرائيل مشاكلها؟ متى ستصفر الأزمات؟ لماذا منذ 75 عاماً من حرب إلى أخرى ومن مشكلة إلى أخرى وهذا الشعب الإسرائيلي يقوم بمظاهرات ضد حكوماته اليمينية المتطرفة من أجل الهدوء من أجل السلام رغم صدور القرار 181 بدولة عربية ودولة يهودية هناك نظرية تتحدث عن ما يعرف بالقلق الوجودي وأنه ركيزة أصلاً لبقاء هذه الدولة ستلوى فيما يخص العلاقة بين جبهة غزة والجبهة الشمالية في إسرائيل أو ما تعرف بجبهة الإسناد من حزب الله بالأمس كان الأمين العام يقول تتوقف الضربات من جانب الحزب على المناطق الشمالية في حال توقف الحرب أو توقف العدوان على غزة هذه هي القواعد التي ترتضيها إسرائيل أيضاً أم لإسرائيل ضوابط أخرى ترتضيها إسرائيل بس هنا برضو أقول جملة أقول ما يريده يحيى السنوار يخالف ما يريده حسن نصر الله إزاي؟ يحيى السنوار يتمنى أن حزب الله يقزف يومياً أكثر من 250 و500 ساروخ على الشمال الإسرائيلي وحسن نصر الله لا يريد ذلك هو يريد توازن للمشغلة فقط لغير لعدم توريد بيروت النقطة التانية لانتخابات ما أصفرت عنه لانتخابات الإيرانية حالياً بفوز الرئيس مسعود بازاشكيان بتحتم على إيران حالياً حسابات جديدة حسابات جديدة لملفات المنطقة ومنها ملف الجنوب اللبناني ولا ننسى أن الفيلة الحرس السوري موجود فيلة الحرس السوري في سوريا وما يجرى حالياً في سوريا إذن لو الحرب البرية هتبدأ هتتفتح محاور قتال جديدة بمقاتلين جدد مقاتلين من سوريا ومقاتلين من العراق بالإضافة إلى ما تكون به الحوسيين إذن هنا تعصر أمن البحر الأحمر الحوسيين وهو تعصر فعلاً ومؤثر على مصر تأثير كبير جداً في قناة السويس ومؤثر على التجارة الدولية للعالم بالكامل ثم حالياً مؤثر قطاع غزة على أمن البحر المتوسط وما يجرى في البحر المتوسط حالياً من غزة ثم يزيد تأثير البحر المتوسط حالة الهجوم على الجنوب اللبناني وتدخل أطراف أخرى في الموضوع ليه لأن ما نقول لبنان نقول فرنسا جنبها وما نقول حزب الله نقول إيران حزب الله والمقاومة نقول إيران طب نقول سوريا نقول روسيا روسيا الاتحادية اتنين قاعدة وما يجرى عندها نقول تركيا الشهر اللي فات الرئيس التركي غير الصلاحيات بتاعة البرلمان وخد في إيده هو قرار الحرب والتعبئة ليه عمل كده الشهر اللي فات استعداداً لما يجرى في المنطقة بالكامل فالمنطقة يحطها أشياء كثيرة ثم كبروس أما حسن نصر الله أما بيقول لكبروس إنذار لا تتعاون في التعاون العسكري ولا تستخدم أرض كبروس ضد الجنوب اللبنانية وهي كبروس دولة دولة نعم سأتروه في الاتحاد الأوروبي اتحاد الأوروبي وحلف النيتو إذن بيدخل أطراف كبيرة جداً في الصراع صراع لا تستطيع المنطقة تحمله لكن حضرتك دخلت من البداية أو رداً على هذا السؤال بأن إسرائيل ترتضي معيار وقف التصعيد في جمع الشمالية لأن التأثيرات السلبية للحرب البرية عديدة على إسرائيل أولاً وللأسف جميع التأثيرات السلبية لما يجرى حوالينا تأثيرات على مصر مصر هي من ضمن أكبر الخاسرين فيما يجرى في المنطقة سواء غزة أو جنوب لبنان أو جنوب البحر الأحمر وتقوم بالمفاوضات وتقوم بالسعي للمساعدات وتقديم المساعدات وما يجرى من قوات الاحتلال الإسرائيلي باختلافاته سواء في عروضه لأنه قد يتحدث بشيء ويوافق على شيء آخر وهو أسلوب المنورة هو الأسلوب الطبيعي لليهود طول عمرهم يعني هو ده الأسلوب الطبيعي ومعانا تاني القوات اللي موجودة اللي إيران بتشغلها وإيران عندها سنائية القيادة برضو يعني المرشد الأعلى ليه قراراته وليه حكته وليه اختصاصاته في الدولة والرئيس ليه اختصاصات أخرى فإذن الرئيس لا يستطيع الرئيس الإيراني أن يتخذ قرار حرب ده في إيد المرشد إذن إحنا أمام قضايا وليس قضية واحدة والقضايا جميعها تؤثر على الأمن القوم المصري وتضع مصري في مواقف بمناسبة أفق التصعيد الجاري في الجبهة الشمالية وحضرتك ذكرت بعض المعطيات التي من شأنها أن تحدد إمكانية المضي قدما لكن حضرتك في نفس الوقت قلت أن المعركة قادمة لا محالة إلا تكون خلال أسابيع أو أشهر فربما خلال سنوات الحديث عن القدرة التسليحية لحزب الله وحضرتك ذكرت أن هناك فارقا جوهريا تقريبا بين القدرة التسليحية العمين العام للحزب بالأمس كان يقول لكم أن تتصوروا مخزون الصواريخ لدينا قياسا بحجم الصواريخ التي أطلقنا مقدر حاليا تبقى للمصادر أن حزب الله لديه أكثر من 150 ألف ساروخ السواريخ دي مقسمة لمدايات معينة عشان برضو السيدة المشاهدين مش هنتكلم بالطريقة العسكرية نتكلم بالطريقة اللي هي تتفهم الـ 150 ألف ساروخ دول منهم سواريخ بتتضرب على مسافات من 3 لـ 20 كيلو وسواريخ تتضرب على مسافات من 15 لـ 40 كيلو وسواريخ تتضرب على مسافات من 75 لـ 120 كيلو وعنده سواريخ أكتر من ذلك تطول العمق الإسرائيلي الكمية الكبيرة من السواريخ هي التي تطول شمال إسرائيل بالكامل لكن لديه سواريخ تطول ما بعد وسط إسرائيل ولديه أصلاً سواريخ ضد الكوات البحرية ضد السفن وفي حرب 2006 استخدم أحد السواريخ على مسافة 16 كيلو وضرب السفينة وأصابها النقطة الثانية أن عقيدة القتال لدى حزب الله عقيدة قوية ناس دخلت موت ناس دخلت موت فدي عقيدة قتالية تختلف عن عقيدة اليهود اللي هو بيتخفى ويبتعد وداخل درع ويقدم الأشياء الآلية زي المركبات الآلية والطائرات المسيرة قبله ويقدم الجرفات بدون سائق لتستطلع العبوات الناسفة عقيدة مختلفة داخل الجيش غزب عنه إسرائيل قوات العاملة 170 ألف اضطر يستدعي فوق 320 ألف حاليا وبيحاول يستدعي تاني مفيش قوات تاني قادر يستدعيها وبالتالي قرار مبارح رئيس وزير الدفاع يوأب جالانت بتجنيد 3000 فرد من الحردين القرار واقف ضده المؤسسة الدينية بالكامل وعلى فكرة المؤسسة الدينية في إسرائيل حوالي أزد من 30% من الشعب الإسرائيلي كمية كبيرة جدا دول لا يتجندوا مش كلهم فيهم يعني هما مزاهب داخل عشان برضو إيه الموضوع يتفهم مزاهب داخل المؤسسة الدينية فمنهم مجموعة الحردين دول إيه المدارس اللي بيخدش مدرسة دينية من صغره ده لا يجند هو هيجند منهم 3000 ودي عاملة موقف داخلي صعب داخل إسرائيل نرجع للأسلحة الحزب الله إذا ما قيس الأمر ب2006 وبالقدرة التسليحية اللي كانت لدى الحزب الله إن القوة بتاعت عناصر حزب الله قوية عنده قوات ردوان دي حوالي 2500 فرد 2500 فرد بتشكل في صرايا كل سرية حوالي من 800 فرد بتحمل الساحة صغيرة الساحة صغيرة يعني بنادق رشاشات ربي جيه وتستطيع أن تتعامل مع الدبابات وفي 2006 استطعت أن تدمر المركبة أربعة للقوات الاحتلال الإسرائيلي رغم التكنولوجيا النوعية العالية يعني التعديلات المطلقة على المركبة أربعة كانت مرتبطة بمذبحة المركبة في 2006 كمام فإذا هو أمام خصم صعب أصعب من خصم حماس بكتير جدا 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 يعني نقدر نقول أن إسرائيل هيفكر أكتر من مرة طيب بافتراض هيهاجم بافتراض هيهاجم لبنان لازم خطة غير اللي اتباعها في 2006 لأن الاربعة وثلاثين يوم اللي قاعدهم في 2006 اتكبت فيهم خسائر كبيرة واضطر يعود تاني وكان كده تعتبر هزيمة لقوات الاحتلال الإسرائيلية فأنا أعتقد لو هيكون في حرب برية أو هجوم برية من القوات الإسرائيلية فهي بتمهد الآن لهذا الهجوم نقول إيه الأدلة؟ إنه هو بيضرب القنابل الفوسفرية حاليا وضرب النهاردة قنابل الفوسفرية إيه الفوسفرية دي؟ عبارة عن قنبلة بتنزل تنفجر بعدما تنفجر تعمل حرائق كبيرة في المنطقة اللي بتنزل فيها طيب هو بيعمل كده ليه؟ لأن منطقة جنوب لبنان أغلبها أشجار زيتون أشجار الزيتون دي اللي بيستغلها عناصر حزب الله في التخفي وفي نصب السواريخ قواعد السواريخ وفي الاستطلاعات للقوات القادمة وفي إنشاء كماء للقوات القادمة وفي ضرب الدبابات لدرجة السفر إنه يجي جنب الدبابة نفسها فده خصم صعب مقاومته وبشكل عام المقاومة في العالم كله مش في لبنان أو في فلسطين المقاومة لا تهزم ولا تنتهي لإن المقاومة لها فكرة والفكرة بترسخ عقيدة معينة عند من هو محتل أرضه سيادة لو هادي تحديدا القناعة اللي قالها دانيال هاجاري في حديثي والذي هاجمه مؤخرا فيها بن يمين نتنياه اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطن المصري سابقا شكرا جزيلا لانضمام حضرتك شكرا جزيلا لك